مش قادر أصدق أنا واقف وسط الناس اللي شالت المسئولية في كل الحكايات أنت واقف وسط الناس اللي شالت المسئولية واقف قدام البطل اللي شال أصعب مسئولية في أصعب لحظات حياتنا وسط حروب وأوبئة وإرهاب وأهل شر حكايات البطولة ما بتنتهيش ورجال الشرطة من زمان والحد النهاردة بيقابلوا الموت بصدور مفتوحة وقلوب بتهتف تحيا مصر مصر؟ مصر المذكورة في القرآن والإنجيل اللي شعبها وقفوا وراء القائد اللي خلصوا من أهل الشر أنا حكيت لك زمان وهحكي لك الحاضر تلت حكايات لتلت أبطال فكروا في بلدهم وناسهم واتفقوا في لحظة واحدة من غير ما يتكلموا على أنهم يفدوا الناس بأرواحهم تلت أبطال ما فكروش غير في الناس وواجبهم ما فكروش في أولادهم زوجاتهم أمهاتهم ما فكروش غير في الوطن يوم 30 يونيو 2014 وشعب مصر بيحتفل بالذكرى الأولى لصورة يونيو العظيمة ساعة سبعة ونص الصبح ييجب ألاغ لغرفة العمليات بوجود تلت عبوات متفجرة في منطقة بمصر الجديدة ما فيش وقت والناس كتير بس كل مصري عارف أن شرطة مصري وجيشها يفضوه بروحهم يجرى البطل العميد أحمد عشماوي والبطل المقدم طارق عبد الوهاب نحية العبوة الأولى يتعاملوا مع الجسم الغريب نجحوا الأبطال في فك العبوة الأولى لكن لما قربوا من العبوة الثانية انفجرت واستشهد البطل أحمد عشماوي ويتصاب البطل طارق عبد الوهاب ببتر كامل في إيدين لتنين وتصابت رجليه إصابات بالغة ما فكروش غير في الناس وواجبهم طب والعبوة الثالثة الواحد لما يشوف زمين له استشهد والتاني تصاب إصابة خطيرة لازم يفكر ألف مرة قبل ما يروح لأي عبوة تانية في أي مكان إلا في مصر وشرطتها وجيشها في مصر المهم الناس كان ممكن البطل يعيد حساباته كان ممكن يفكر في أسرته لكن البطل مايفكرش غير في الناس قرب البطل المقدم محمد أحمد لطف من العبوة الثالثة وتعامل معاها من غير خوف تنفجر القنبلة الثالثة وينال البطل الشهادة يلحق زميله الشهيد لجنة ربنا أحياء عند ربهم يبزقون ويبتدي البطل طارق عبد الوهاب رحلة علاق طويلة من وقت إصابته ولسه مستمرة لحد النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر